يا ترى اللي يربط عمار الشريعي بمحمد صلاح بفيلم ثقافي بالشخصيات اللي بعملها محمد رمضان اه يعني غير انهما انتاج مصري يعني بمنتخب ايسلندا كمان اللي مدربه دكتور سنان وحارس المرمى مخرج سينمائي اه بقى اينشتاين بالشاب الكيني الجميل ده بنادي بورتو باليونان بالبرازيل بالهند بخرطوم المياه الغالبان ده بيا بيك كلنا اندر دوك ومش عشان سمعت كلمة دوك تبقى شيء ما انا سمح الله لا اندر دوك كلمة بيستخدمها برا وقت الانتخابات بوصف المرشح الغير محتمل نجاحه في الانتخاباته هو ايديم او مثل معناه الكلب المستضعف او السفلي وبالعربي كده ومن غير جعلصه هو الشخص او الحاجة اللي ما كانش متنبأ او متوقع لها النجاح وبعد كده نجحت او حاجة كانت ماشية في اتجاه بس بقدرة قادر اتجهت لاتجاه تاني فيه ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده قبل كده وانا اتعميت تعمل فيديو مخصوصة عشان ندي بعض الحاجات اللي المفروض تاخد حقها حقها ونعمل برضو سياغة كده الاندر دوك في حياتنا ان شاء الله كده تكيفك انا مش هجعلصلك الموضوع انا هلغي معاك في حاجات كلنا تقريبا متفين عليها وناس بنحبهم اندر دوك ناس كانت المفروض في سكة بس هم راحوا او حاولوا يروحوا سكة تاني تعال ابقى معايا اما اقولك ليه هم اندر دوك المهم يعني كلنا اندر دوك انت اندر دوك ايوه انت مستقبلك حيالك مش بقيلو اش من قفة كل يوم الدولار بيدغر ع الجنيه المصري بتاعك تعال ابقى نتكلم في الحلقة ونقلب الزكريات على كام حاجة اندر ريتد واندر دوك ونعرف قصتهم وليه بنحبهم وقال يا ترى لو مكانتش اندر دوك ومصروف عليها حلم هل كانت تبقى حلوة ولا هي حلوة عشان هي اندر دوك وجاية من تحت كده عمبتا انا هتكلم في حاجات عامة وعيز اعمل حلقة اسمها اندر دوك السينما المصرية زي الحلقة اللي فاتت كده فشوف كده وقللي في الكومنتز كلنا عارفين اينشتاين عارفينه ده رفرنس العبقرية والزكاوة وان مفيش منك اتنين عندنا هتعمل اي لا قلتلك انه كان بيتقالع لانه غبي المدرسين اتهابوب كده والله يا متخيل اينشتاين بتاع النسبية ده الناس مش كانت بتشكك في عبقريته لا ده مكنتش متخيل انه يتحط في لستة الاسكية اصلا ابتدأ يتكلم بعد 4 سنين معدل استعابه كان على الله حكايته وبعدها بقى اعظم علماء الفيزياء وقب النسبية الخاصة والنسبية العامة اذا اينشتاين اندر دوك حد كان مش متوقع نجاحه ومش بس نجح لا ده بقى رفرنس نجاح نفسه زي ما شفنا الراجل ده طلع من بسيون في طنطا بيترفت بالنادي الزمالك عشان خير مؤهل ان يلعب فيه بس بعد كده بيروح للنادي متوسط في سويسرا الدنيا تزهزع معاه ويروح تشيلسي ويلعب مع مورينيو الدنيا بتزمزق معاك وبترجع لفريق متوسط في ايطاليا عشان تثبت انك انت عندك حاجة تزهزع معاك تاني وتروح لروما وبعدها على نادي من اعرق قندية العالم ويعتبر في التوب 5 على مستوى اوروبا وكل ده احنا مصدقينك مش عشان الفنيات الجبارة واننا بنشوف لعب الشوارع ده بيتطبق بحزافيره في ملاعب اوروبا لا السبب اهم من كده بكتير انا هحبك لو مستوىك نزل عادي عشان انت انا صدقتك صدقت معاناتك انا مصدق مشوارك الصعب اللي كان من طنطل لحد نادي المقولين انا مصدق نمتك عالارض وورا بوابت النادي صدقت علبة الكوشة اللي اللي كنت بتاكلها بالشطة عشان تشبعك واننا بقى جماعة حد يقول لي يعني انا قتل شطة بالشبع عشان باكل شطة كتير وعادي يعني ما بحسش بالشبع او حاجة فمش عارف صراحة حال كده عشان يزود معاناته ولا ايه الكلام انا مصدق كل حاجة في رحلتك وشفتها من اولها وان شاء الله مش هتنتقب سهولة فانا هصدقك عشان هشوفني فيك هشوف انه ممكن هتغلب واقوم ومش بعيدا ان ننجح كده مش ممكن حد يغنيني غنوة تبقى باسم مدى الحياة فكل ظروف الشخص الاندردوج بتقول انه مش هينجح مش هيظر مش هيبان زي فيلم ثقافي هتقول لي فيلم ثقافي تزلم اقولك اه اول حاجة الفيلم ده تعمل من ثلاث شباب محتوى جريء وبنسبة كبيرة مش هيتشاف وكان فكرته انه لو ما تشافش فتمام مش نجم كبير يعني اللي يعمل فيلم ده فهيتحرق عشان اثبت لك كمان انه اندردوج وعمل نجاحه مش موجودة انه تعرض في نفس الوقت اللي كان بيحصل فيه مظاهرات الاطفال والشباب تعطفا مع اللي بيحصل في فلسطين اذا الشريحة اللي انت بترجطلها الفيلم ده اصلا مشغولة بمظاهراته ومش في بالها اي سينما هزيدك من الشاعر بيت هزيدك هزيدك سامي العدل كان مكلم يسرى يوم تصوير مشهد يسرى قالو يسرى انت فين احنا تحت بيتك وتعلي نصور مشهد مع ثلاث شباب لسه طالعين وبشخصيتك فيه ثلاث شباب كده حلوين ودموم خفيف وبدأ خيل انت بس لو نزلت وقلت لهم كلمتين على انك يسرى مش على انك حد دين فلو شفنا كل المعطيات دي ممكن نقول ان دي دي كروتا وان الاحداث اللي ورا الفيلم بتقول ان الفيلم ده فاشل وبالتلاتة مش منتنبق له نجاح بالنسبة للكونتنت العظيم اللي فيه بس من الناحية التانية كان فيه واحد واعي واعي ومركز ومصحصح المخرج الكبير محمد امين حط كل المعطيات في مكانها والفيلم نجح التلفزيون ومعايير الفشل اللي كانت مرسوما للفيلم ده سبحان الله كانت هي اسباب نجاح تخيل لو تلت شباب غير دول او نجوم شباك عملوا الفيلم ده كان هيبقى بنفس النجاح انا بسألك رد رد في الكومنتات بعد ما تخلص الحلقة بالنسبة كبيرة لا عارف ليه عشان كل حاجة محتوطة في مكانها الصحيح عشان لازم قضية زي دي تتناقش بممثلين شباب وجوه جديدة شبه وشبك زي قصة فيلم اوقات فراغ كده دايما القصص دي محتاجة تتحكم الناس لسه ما تعرفوش فبالتالي دي حاجة بتبقى اندردوج والاندردوج دايما بيبقى جعان عايز يظهر عايز يبان ما بيطلع كل ما قوتي يا منطقة في الفيلم او العمل بتاعه فترة البوست زي ما بنقول لأي فنان هي فترة البداية في الفترة اللي بيقول للناس انا خدت فرصتي وهتبت فيها واستحالة تروح مني من هنا تحس ان العمل كله على بعضه كان فيه كيميا رائبة بين كل حد وقف قصاد الكاميرا وقدر يطلع لك كم الكوميديا السهلة اللي فيه دي عشان كده قصة كل انسان اندردوج بيبقى فيها شيء ملهم بتحسه وبتقدره عشان بتحس ان فيها حاجة منك حاجة لو توفرت لك زي ما توفرته هتلاقي نفسك ماسك في الحاجة دي ومتبت زي ما فارس دايما في قصته وهو الاندردوج الشخص الغير منبق ليه بأي نجاح حياته الاسرية متلعبطة حياته العملية بايزة بس هنا هو بينتصر وانت معاه في كل لحظة بتسمع فيها صوت تنهيدة فارس عايزه يكسب دايما عشان بتشوف حلمك مع النهج والجري اللي بينهجه لعبة الحاجة بالنسباله وفاشل فيها اصلا عادي وشخصيته مش اسكى حاجة في الدنيا بس متعاتي كلها وراككورة اللي بنجر وراه عشان نجيبها جندي محمد خاني يقفل نهاية الفيلم بكادر ليك انت واللي جنبك وجارك واللي حواليك وانت بتحضنه فارس اللي منك ومني ومننا كلنا واللي لما حب يلعب لعب مع الخسران مش مع الكاسبان الخسران اللي هو دايما انا وانت وبيسأل الناس ليه محمد رمضان افلامه دايما ومسلسلاته اعلى فرجة واردات بكل بساطة الاختيار مش اختيار الدور او مسلسل على قدم اختيار الشخصية خاصية ردوان البرينس مثلا لعب فيها محمد رمضان ومحمد سامي بتمت سايدنا يوسف اسهل تيما تخليك تحب الشخص المستلعف وفي نفس الوقت تكره فيها الشخص الفيلم اللي هو كان احمد زاهر واخواته اخوات بيتلموا على بعض يتفقوا على اخوه في الاغلب الاخ بينتصر رغم صعوبة احتمالية انتصاره بسبب كمل بكاسة وانعدام السلكان اللي موجود في اخواته فبالتالي انت كده كده حابب ردوان انت عارف نهاية قصته في الاغلب وعارف انه هينتصر عشان البطل ما بيخسرش بس انت عايز يشوف البطل المستضعف بتاعك ده هيكسب ازاي عشان كده دور محمد رمضان في فيلم الكنزي يعتبر مش من احب افلامه ليه رغم ان كتير من انا شايف ان شخصيته هنا من اجمد الشخصيات اللي هو لعبها بس هنا محمد رمضان تجرد من محمد رمضان ما بقاش محمد رمضان اللي الدنيا جاي عليه المظلوم اللي كده كده هيخش السجن عشان مظلوم ومن طبقة متوسطة وكل الزروف بتقوله ان هيترفض من اهل تمارة بس انت عايز تشوفه وبيكسر عين تمارة واهلها وعايز تشوفه بيعلم مستوى عن مستوى اهلها فعشان كده محمد رمضان دايما بيلعب في المنطقة دي منطقة الاندر دوكز هي دي اللي مخليها رقم واحد دلوقتي بما ان الشعب كله اندر دوكز فكل الناس عايزة تشوف حد زيهم بينتصر له بعيدا بقى عن موقفك من افلامه وسلسلاته فنيا او كتابيا هي دي ابسط حاجة تخليه عامل قاعدة جمهورية الاندر دوك وبعيدا عن اي حاجة يعني الفينير اللي انت عامله ده مش هيخلينا صدقك حسدقك اكتر وانت عامل شخصية بتبايت سنانها بكربوناتو ولمون زي فيديوات اليوتيوب الشخص الاندر دوكز للمرة الالف ما بيبقاش متوقع نجاحه وسبحان الله نجاحه في حالة النجاح بيبقى ضعف ما بيبقاش نجاح عادي كده مين فينا ما بيحبش عمار الشريعي بين عوامل النجاح اللي تخليه واحد كفيفي بقى من اعظم الميوزيشنز اللي في التاريخ عمار الشريعي يعني مزيكة الواتسايد الشغال رقفة الهجان اميرة في عبدين ارابيسك حديث الصباح والمساء عفريتي السيالة البريق حب في الزنزانة وغيرهم وغيرهم تخيل كل المعاني والشعور والأحاسيس اللي انت بتحسها وانت بتسمع المزيكة دي من واحد عينه ما شفيتش الحياة اللي انت بتشوفها اصلا طيب حسين رغم انه جددك في عشتك في سنواء عاما عارف شخص كفيف وتولد في ظروف صعبة وكان في ايامه مرض مميد زي الطعون مستقبله المفروض بالنسبة كبيرة مظلم بس قدر يوصل صوته وقلمه للعالم كله وبرغم انه خسرك عشة خمسشر درجة في سؤال القصة بس ستيل عميد الادب العربي الشخص الاندر دوك كمان هو دايما بيعرف يعمل اكتر من حاجة مالتي تاسكر كده ومالتي تالنتد عندك يوسف عيد مثلا عاش ومات وهو اندر ريتد غنى مونولوجات وغنى مواويل ما كانش بيمثل بس لا ده كان مالتي تاسكر وبتقول انك عشان تشوفني لازم تدرب نوع ويعرشوية راملة انا هيدلك كل ده بخرطوم مية حكايات كل الاندر دوكز حلوة قوي بالذات لما بتتوسك في افلام زي الافلام المستقلة زي فيلم ميكروفون كنت عملت عنه حلقة قبل كده شوفها الافلام المستقلة والافلام القصيرة في حد زاتها حاجة اندر دوكز وافلام المهرجانات افلام معمولة لغرض الفن مش اكتر كل حد عنده حاجة بيقولها غصب عن تعايدات وشروط الانتاج اللي المفروض بتعقد الواحد بكرة كلها حرية زي الوقت اللي الواحد من انا بيشوف قصص ظهور حد زي ويكز او مرهون بابلو بتبسط الواحد عشان هم من اللاش هي عملوا لون جديد على ودنة وعنينة وكل ده انتاج ذاتي او عفروضته مثلا او بمناسبة البرازيل البرازيل في حد زاتها حاجة اندر دوكز هو ليه اصلا انت بتحب البرازيل بعيدة عن ان لعبتهم حلوة بس هل انت عارف ليه لعبتهم حلوة عشان هم عندهم خيار من الاتنين ياما يلعب ويبقى فنان في لعبه ويروح في نادي كبير ويجمع فلوس حلوة او الخيار التاني انه هيبقى تاج المخدرات او في عصابة او هيبقى كمزبالة فمن هنا بيجي التحدي واصعب تحدي الواحد ممكن يتحداه هو تحديه مع نفسه بي او نوتو بي يعه تبقى ما تبقاش عشان كده دايما الهنود متصدرين قائمة رؤساء اعظم شركات العالم ده مش من فراج عشان الشخص الهندي ده لو ما اكتهدش وما اشتغلش على نفسه هيبقى فنسي زيه زي ملايين ومليارات الهنود هوملس او عايش في بيت معمول من خشب لازم اعمل اي حاجة اقدر او ما اقدرش اعملها في سبيل ان نخرج من مقلب الزبالة ده زي ما بتقول المقولة الشهيرة الامل يولد من رحم المعاناة فيما اشهد في مسلسل الكاسادي بابيل عرفك يعني يا اندردوج وليه لازم تحبوهم لما البروف سأل العصابة لو فيه ماتش للكاميرون والبرازيل هتشجعه مين مين اللي هيكسب اللي هيكسب البرازيل لكننا هنشجع الكاميرون عشان البناه ادم مننا ميال انه يساعد الضعيف الخسران وده اللي ممكن نحسه كلنا لما المغرب كسبت اسبانيا والسعودية كسبت الارجندين والكاميرون برضو كسبت البرازيل كل الاشكال انت دايما مايل انك تحب الشخص ضعيف انه هو يكسب سنة 2004 مثلا كانت سنة الاندردوجز بورتو بتكسب دوري ابطال اوروبا لا باير مينيخ ولا الريال ولا برشلونة ولا مانشستر لا بورتو في نفس السنة دي اليونان بتكسب يورو 2004 ما تقوليش بقى المانيا او ايطاليا او فرنسا او اسبانيا لا اليونان عندك بقى منتخب ايسلندا اهو ده بقى تعريف لمعنى كلمة اندردوج في يورو 2016 خرج انجلترا من دور ال16 انت متخيل ومنتخب ايسلندا في كاس عالم اللي فات منتخب اول مرة يلعب كاس العالم واول ماتش نشوفه بيتعادل مع الارجنتين فاستغربنا واكتر حاجة بسطتنا منهم رغم اخرجهم من دور المجموعات ان كلمة اندردوج متفصل عليهم اللعيبة كلها شغالة شغلانات تانية وراها هتلعب كاس العالم مدربهم دكتور سينام وحادس المرمى مخرج سينمائي ومع ذلك انت حاسس بانتمائك ليهم عشان رحلتهم فيها متعة الشاب الكيني الجميل ده اسمه ابو بكر عباس جاي قطر لمدة شهر بتاع كاس العالم عشان بس يديريكت الجمهور ويقولهم مترو ديس وي ويعرفهم مكان المترو بس عشان اندردوج وربك بيحب الاندردوج قالت كلمة بكذا تون وكذا طريقة حبابت الناس فيه وخلتهم يدفع له معاه وقطر كرمته في قلب الاستاد وديته اقامة في قطر لمدة سنتين بدل ما كان جاي شهر وماشي اتفتح الباب رزق لمدة سنتين بحلوم واحلى حاجة وانت بتسمع قصص الاندردوج انك بتتبسط تلقائي كأنه لو كان نجاحك او اكتر بتحس كده كأن عقلك الباطن بيقولك ان دورك جاي وفرحتك قربت وهنت انا بالنسبة لي ببسط لما اي حد مصري في اي مجال سواء كورة او فن او سياسة برا مسلا يعني بيعمل حاجة حلوة وكده لان الاسف الوضع العام كئيب فلما الواحد بيحس ان حد منه ما عندوش وسطة او ما عندوش قريب مهمين عمل حاجة فتلقائي بيحس ان الدور قرب ولا ايه رحلة الاندر دوكس دايما حلوة برغم صعباتها بس الصعوبة دي هي اللي بترجم النجاح بعد كده لنجاح اكبر نحجم اي نجاح تاني عشان في معاناة وفي نفس الوقت في امل وفي نفس الوقت الطريق لا يخلو من الصعبات عشان كده متعة القصة بتبقى ضعف مضعفة اي شخص اندر دوكس في حياتك شجعه حاسسه انه هيوصل حس بمتعة رحلته معاه او انت نفسك يا سيدي شوف نفسك كمان خمس سنين من غير سوال الاتشار ده وقول في سرك انا اندر دوكس مش يمكن لما تقول انك اندر دوكس تبقى حاجة كبيرة زي ما اوباما قالها هو بيسوق ده نفسه وبعدها بقى رئيس امريكا انا كده خلصت خلاص الحلقة دي مفهاش اي حاجة جديدة بس حبيت عملها كنوع من انواع الامتنان لاي حاجة اندر دوكس في حياتنا بتحسسنا ان احلامنا البسيطة الصعب تحقيقها سهل حقا ولو عجبك الكلام الاندر دوكس ده ما تنساش بقى تعمل حاجات الاندر دوكس اللي في بالك واشوفك الفيديو الجاي لما تكلم عن فيلم اندر ريتد زينا كلنا ويلا سلام